حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة عن أنسي بن سيرينة عن معبدي بن سيرينة عن رجل من الأنصار عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت من عرق النساء أن تأخذ أليات كبش عربي ليست بصغيرة ولا عظيمة فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يومين على ريق النفس جزءا حثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبران أنس بن سيرينة عن أخيه معبدي بن سيرينة عن رجل من الأنصار عن أبيه قال نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرق النساء أن تأخذ أليات كبش عربي لا عظيمة ولا صغيرة فيذيبها فتجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب على ريق النفس كل يومين جزءا ترجمة نانسي قنقر